بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين نحييكم أعزائنا بتحية أهل الجنة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم نرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج القرآن علم وبيان حيث بيان العلم وعلم البيان من خلال آيات القرآن عنوان حلقة اليوم سورة الجن والطاقة السلبية نتحدث فيها عن سورة الجن سفيه الجن زرية إبليس الرجم الشهبي المادة والطاقة ثم الطاقة السلبية سورة الجن سورة مكية عدد آياتها 28 آية ترتيبها في القرآن الكريم الثانية والسبعين ترتيب نزولها أربعون نزلت بعد الأعراف وقبل سورة ياسين تتحدث عن الجن وطبيعة الجن وأوصاف الجن معظمها مختص بالجن وأساليبهم ماذا يعني الجن والشياطين يجب التمييز بين الجن العاديين وبين الشياطين الشياطين هم الجانب الكافر من الجن كلمة الجن بمعنى المختفي والغير ظاهر على الإطلاق ولذلك يسمى الجنين لأنه طفل لم يظهر بعد قال تعالى بسورة النجم الآية الثانية والثلاثين وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ وقال بسورة الأنعام الآية 76 عن إبراهيم عليه السلام فلما جن عليه الليل رأى كوكبا الجن العاديون مختلفون في مزاهبهم ففي سورة الجن الآية 11 يقول الجن عن ذاتهم وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا إلى أن يقولوا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاصِطُونَ إذن واضح أنهم يشكلون طرائق قددًا أما الشياطين فهم الجانب الكافر الجانب الكافر كله من زرية مخلوق واحد من الجن هو اسمه الشخصي إبليس لقبه الشيطان ولقب الشيطان يمكن أن يطلق حتى على الإنس الشريرين فقال تعالى صراحة بصورة الأنعام الآية 112 شياطين الإنس والجن وقدم شياطين الإنس حتى عن شياطين الجن وإذا رأوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون أي شياطينهم من الإنس إذن اسمه الشخصي إبليس هو واحد من الجن وليس هو أبو الجن مثلما أن آدم عليه السلام هو أبو البشرية لذلك قال تعالى بصورة الكهف الآية رقم خمسين إلا إبليس كان من الجن ولم يكن أبو الجن ماذا يعني كلمة إبليس كلمة إبليس في اللغة بمعنى اليائس أو القانط فقال تعالى بصورة الروم الآية رقم 12 وَيَوْمَ تَقُومُ الْسَاعَةُ يُبْلِسُوا يُبْلِسُوا الْمُجْرِمُونَ أي يدخلون في مرحلة اليائس من رحمة الله بصورة المؤمنون الآية السابعة والسبعين فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد فإذا هم فيه مبلسون لذلك الله يخاطبه باسمه الشخصي إبليس حسب صورة صاد الآية خمسة وسبعين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد إذن هم الجانب الكافر لكن كل الشياطين من الجن هم زرية إبليس قطعا لذلك قال تعالى أيضا في صورة الكهف الآية خمسين أفتت تخزونه وزريته لم يقل أفتت تخزونهم وزريتهم إذن هو فقط الجانب الشرير وزريته فقط هم القريبون من البشر لماذا؟ الجن العاديين ليس لهم أي اتصال على الإطلاق مع البشر أي لا يسكنون الحمامات ولا يسكنون المقابر ولا الأماكن المهجورة ولا يظهرون بالليل لماذا؟ الموضوع واضح تماما حسب ما ورد بصورة الأحقاف الآية رقم سلاسين وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصطوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منزرين وكلمة ولا بمعنى ذهب بعيدا إذن فلما قضي ولوا إلى قومهم منزرين قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى أين عيسى؟ يجب أن يكون كتابا أنزل من بعد عيسى فعيسى عليه السلام يقول ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد لم يسمعوا بالإنجيل على الإطلاق هذا يدل على أنه بقيت المسيحية قبل الإسلام أكثر من ستمائة عام فهل الجن لم يشاهدوا كنيسة لم يشاهدوا راهبا لم يشاهدوا قصيسا لم يسمعوا أحدا يتلوا الإنجيل إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى لم يسمعوا بعيسى على الإطلاق هذا يدل على أنه ليس لهم أي صلة على الإطلاق مع البشرية أي أنهم لا يقومون بعملية التلبس ما يسمى عملية التلبس نراه فقط في بعض المجتمعات طبعا ما احترام لكل مجتمعات المجتمعات الفقيرة أو المجتمعات المنخفضة علميا أي من النوع الطريف لم نسمع أن جنيا قد تلبس أستاذ جامعي مثلا أو مدير دائرة أو مدير شركة أو حتى طالب في المرحلة الإعدادية أو السانوية إذن الإنسان السليم المعافى يعني يؤدي وظائفه في المجتمع بكل احترامه بشكل يومي ولا يستطيع أي جني أن يتلبسه بهذا المعنى لماذا؟ الشيطان هو العدو المبين فقال تعالى إن الشيطان لكم عدو مبين واضح حسب ما ورد بصورة فاطر الآية رقم ستة فهذا العدو المبين هو فقط سمح الله له بالاقتراب من البشرية وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم فطالما هذا الشرير هو عدو مبين وهو الأقرب إلى البشر فمن الأجدر أو من الأولى أن هذا الشرير هو الذي يتلبس لكن إذا كان إنسان زاهب إلى الصلاة مثلا لا يستطيع هذا الشرير أن يتلبسه لكي يمنعه أصلا من أداء الصلاة ولو صلاة واحدة لأنه هو الوحيد الذي يرانا قال تعالى بصورة الأعراف الآية 27 إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم فهذا الذي يرانا وهذا القريب من الأجدر أنه هو الذي يقوم بعملية التلبس فطالما الله سبحانه وتعالى يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا فهذا الشيطان وكل كيده وكل زريته كيده ضعيف وغير قادر على أن يتلبس إنسانا فهل يعقل أن يأتي جني ليس له جني عادي أقصد ليس له أي علاقة مع الإنسانية لم يسمع حتى يعني بعيسى عليه السلام لكي يتلبس إنسانا عاديا ويضعه في هذه القمة من الهلوسة علينا أن نعيد التفكير جيدا بهذا الموضوع بما يسمى التلبس وفك المربوط وربطه جني أحمر أو جني أصفر فالجن العاديين حسب ما ورد بصورة الأحقاف أنهم ليس لهم أي علاقة مع البشرية والسبب أنهم لم يسمعوا بعيسى عليه السلام وإنا سمعنا كتابا أنزلا من بعد موسى ولم يسمعوا بعيسى إذن صورة الجن والطاقة السلبية توضح صورة الجن زائد صورة الأحقاف الآية الثلاثين أن الجن العاديين منهم المسلمون منهم القاصطون منهم الصالحون كانوا طرائق قددة لكن الفصيل الشرير إبليس وزريته الذين يروننا من حيث لا نراهم فإذا كان إنسان ما يستطيع أن يرى الجن فيجب أن يرى إبليس لأن إبليس كان من الجن لكن حينما قال تعالى حسب ما قلنا في سورة الأعراف الآية 27 إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم وهم جن إلا إبليس كان من الجن فطالما الآية حسمت الموضوع فكل إنسان يقول أنه رأى جنيا هو يعيش ضمن مرحلة من الخداع البصري هو فعلا يعني ربما يكون في حال الخوف فقط تقوم الشبكية بإعطاء نبضات كهربائية مثل الإنسان الذي يرى حلم أو يرى منام أصلا الأجفان مطبقة لكن مع ذلك هو يرى ويذهب ويتكلم فالشبكية تعطي نبضا كهربائيا من خلف القزحية العين هذا النبض الكهربائي يتحول في الدماغ إلى صور لذلك الإنسان في حالة الخوف يرى أشياء حسب اعتقاده أنها موجودة لكن في الواقع ليس لها وجود والسبب أوضحه الله صراحة مع موسى عليه السلام أوصاه الله إلى موسى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فإذا موسى لم يخاف لذلك الكيد الذي قام به السحرة سيصبح كيدا تافها وليس له قيمة حقيقية أو رؤية حقيقية لكن حينما موسى عليه السلام فأوجس في نفسه خيفة موسى خيل إليه نركز على كلمة خيلة خيل إليه من سحرهم أنها تسعى إذن قال تعالى وسحروا أعين الناس فقط لم يقل سحروا الناس إذن هذا الموضوع وهذا التلبس هو عبارة عن عمليات خداع إلى البصر يجب أن نتخلص من هذه الأوهام وأن يعيش المجتمع بحالة سليمة وحالة آمنة ولا نخاف من الحمام أو من المقابر أو من الأماكن المهجورة ونقول قد يتلبسني جني فلنبقى متوازنين نبقى بالحكمة نبقى بهذه الصحة وهذه العافية نذهب معكم أعزائنا إلى فاصل قصير نعاود بعده شروحات سورة الجن فإلى فاصل قصير بسم الله الرحمن الرحيم وأهلا بكم أعزائنا من جديد نتابع شروحات في سورة الجن ما هو الفرق بين الحطب بحرف الطه والحصب بحرف الصاد لماذا الجن يقولون في الآية رقم 11 عن ذاتهم وَأَمَّا الْقَاصِطُونَ فَكَانُوا لِجِهَنَّمَ حَطَبًا وَلَيْسَ حَصَبًا بينما قال تعالى بصورة الأنبياء الآية السامنة والتسعين عن البشر وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُوا جَهَنَّمْرِ وقال في صورة البقرة عن النار وقودها الناس والحجارة باللغة العربية لا يجوز أن نعطف شيئين مختلفين يعني فرضا لا أقول إلى الشخص أحب شرب القهوة والسيارة يعني أقول له مثلا أفضل شرب القهوة وشرب العصير يعني يجب أن نعطف شيئين متقاربين لكن لماذا قال الله سبحانه وتعالى وَقُودُهَا الْنَاسِ وَالْحِجَارَةِ السبب أن هذا النوع من الناس الذين سيدخلون جهنم عقولهم متحجرة مثل الحجارة ثم قصت قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة لذلك حينما قال حصبوا جهنم والحصب من الحصباء أي أن عقولكم متحجرة وهي كالحصباء أو كالحجارة لذلك استخدم القرآن الكريم كلمة الحصب مع الإنس بينما استخدم كلمة الحطب مع الجن لماذا؟ لأن الجن خلقوا من النار وفي جهنم يكون عناصر النار متقاربة تماما مع عناصر الجن الذين خلقوا من النار إذن هم بالنسبة إلى جهنم حطب بينما البشر الذين سيدخلون جهنم عقولهم متحجرة وهم أقرب ما يكون إلى الحصب والحصباء لذلك القرآن الكريم استخدم هذا النوع الرائع من البلاغة اللغوية بين الحصب وبين الحطب الصراع بين المادة والطاقة حياتنا الدنيا كلها تقوم على صراع بين المادة والطاقة الإنسان خلق من طين من مادة الجان خلق من الطاقة ويقول إبليس صراحة حسب ما ورد بصورة الأعراف الأي رقم 12 يخاطب الله سبحانه وتعالى فيقول قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين أي خلقتني من طاقة وخلقته من مادة إذن هذا الصراع بيننا وبين الجانب الكاثر الغير مرئي بالنسبة لنا هو صراع يقوم علميا إذا أرد وضع هذا التعريف العلمي هو صراع بين مادة وبين طاقة هنا أوضح الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم بالحديث الشريف فقال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم أي أن هذه الطاقة قادرة على الدخول إلى داخل هذه المادة وتجري وتتغلغل بداخلها فأوضح صلى الله عليه وسلم بهذا الموضوع العلمي الرائع إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم أي قادرة هذه الطاقة على التغلغل داخل الإنسان لتخريب الطاقة الإنسانية هذا ما أوضحه أيوب عليه السلام حسب ما ورد بصورة صاد الآي رقم 41 أني مسني الشيطان بنصب وعذاب قال أصبح عندي خلل في الطاقة بسبب هذه الطاقة الشريرة التي تغلغلت داخل هذه المادة لذلك في صورة المجادلة الآية التاسعة عشرة استحوز عليهم الشيطان والاستحواز بعلم النفس هو تسلط فكر وشعور على الإنسان لذلك قال تعالى بصورة البقرة 275 يتخبطه يتخبطه الشيطان من المس وهذا المس هو الذي يجعل الإنسان في حال من الاضطراب وحال من الخوف خوف من الغد خوف من الآخرين خوف من المجهول لذلك ورد في صورة آل عمران الآية 175 ذلكم الشيطان يخوف أولياءه بينما الله أوصى رسوله الكريم أن نفرح قل فبفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا إذن الرسالات لكي نفرح بينما الشيطان يخوف أولياءه لذلك ما هي الوسائل التي يقوم بها إبليس وزريته من أجل إيجاد كل هذا الخلل في الطاقة بالإنسان سوف نذكر أهم سبع أساليب لكي يقوم إبليس بتحقيق أهدافه ولقد أضل منكم جبلا كثيرة هذه الأساليب أولا النزغ بحرف الغين هو وسوسة للشك في العقيدة قال تعالى بصورة الأعراف رقم 20 إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعيز بالله الإسلوب الآخر هو الهمز الهمز هو التهور والغضب قال تعالى في صورة المؤمنون الآية 97 من همزات الشياطين الإسلوب الثالث هو المس أي يجعل الإنسان بحالة حيرة قال تعالى يتخبطه الشيطان من المس حسب ما ورد في البقرة 275 الإسلوب الرابع هو الوحي من أجل التفكير الخاطئ في الحياة قال تعالى بصورة الأنعام الآية 121 إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم هناك الفقرة الخامسة الطائف هو التلاعب بالذاكرة قال تعالى إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون حسب ما ورد بصورة الأعراف الآية 211 مبصرون من البصيرة وليس من البصر الموضوع السادس هو الأز هو التحريض بشكل دائم على الأخطاء وعلى الكفر قال تعالى بصورة مريم الآية 83 إن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا الموضوع السابع الاستهواء على الشهوات قال تعالى بصورة الأنعام الآية 77 كالذي استهوته الشياطين كالذي استهوته الشياطين أيضا الجن العاديون كانوا أقرب إلى الهداية منهم إلى البشر ليس عندهم جدل ليس عندهم خلافات مع الرسل ومع الأنبياء بكل بساطة حسب ما ورد بصورة الجن الآية 13 وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فقال صلى الله عليه وسلم بما معناه سبقتكم الجن إلى الإيمان أيضا ورد في الآية الأخيرة من صورة الجن وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا إذن هناك فرق بين الإحصاء وبين العد العد نعطي رقما مجردا أما الإحصاء فنعطي الرقم مع طبيعة المعدود أي فرضا يعني نقول مثلا يوجد في هذه المدينة مثلا خمسة آلاف مهندس هذا رقم هذا عدد أما الإحصاء نقول مهندسون اختصاص كذا مهندسون معهم دكتوراه كذا مهندسون ميكانيك مهندسون كهرباء هذا ندخل في عملية الإحصاء لذلك قال تعالى وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا لم يقل وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَ اللَّهِ كل نعم من نعم الله لا نستطيع أن نحصي فوائدها مثل السمع والبصر والصحة لذلك جاءت الآية وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ما أردنا أن نقوله في هذه الحلقة عدم الخوف إطلاقا مما يسمى تلبس الجن لأن الشياطين من الجن هم العدو المبين لنا وهم الأقرب لنا وهو يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم قال تعالى في صورة النساء الآية 76 إن كيد الشيطاني كان ضعيفا فما بالكم بكيد الجن العاديين نذكر هذه الأبيات من أجل سلامة المجتمع ومن أجل حرية الناس وهذا التلاحم ما بينهم هذه الأبيات إلى ابن الوردي وفعل الخير ولا تكسل فما أبعد الخير على أهل الكسل لا تقول قد ذهبت أيامه كل من سار على الدرب وصل ليس من يقطع طرقا بطلا ليس من يقطع طرقا بطلا إنما من يتق الله البطل وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر